أستاذ عبد العزيز بالعيد ونحن نتحدث كذلك من قرارات المجلس الأعلى للأمن إلى كلام رئيس الجمهورية في المرة الأخيرة لقاوه مع الصحافة تحدث عن سحب قانون جنسية الجديد تتعلم هذا القانون الذي آثار الكثير من الجدل والحديث رأيك في القانون وما آثاره وقرار رئيس الجمهورية هو أنا بالنسبة لي هذا قرار اللي من المفروض ما نتحدش عليه الآن لأن سحب الجنسية من بعض الأفراد ممكن راح تفتح أبواب المستقبل أنا ما نعرف شو يكون في المستقبل تفتح أبواب لي ممكن تكون بعض الهزات خورا اللي راح تفتح أبواب للناس لأن اللي يدير قانون اليوم ممكن في أيام يطبق عليه لذلك يعني أنا بالنسبة لي ما وش وقتها باش نديروا هذا القانون ما وش وقتها الآن فيها يعني في ساحة سياسية في غليان وفيها عمل اللي لازم نديروه وما المفروض إحنا القوانين تعنا كامل اللي راح أتجي هي كيفاه تدير يعني تهدئة وتخلي الأوضاع عادية يعني المقاربة الأمنية والردعية هذه شوية لا كل ما نشدوا ونديروا قوانين ردعية كل ما الأمور تكون عكسية هذا مش معنى ضعف السلطة يعني كالبعض يقول لك ممكن هذا ضعف السلطة لا إنسان لما يكون يعني متسهل ويفهم الناس في الوضع هذا ممكن أنه يكون أقوى من أنه يستعمل قوة ولذلك أنا نظن أن هذا القانون ما وش وقته الآن ما زال يعني ممكن يكون فيه نقاش حول هذا الشي لأن الإنسان ممكن نجرد من كل شيء إلى من جنسيته من جنسيته ووطنيته يعني شيء اللي ممكن اليوم أنا يعرضني واحد قالوا الله أن نحلوا الجنسيته من تفقشلون أن نحلوا الجنسيته تلع طارد على هذا القانون قالوا أن هناك حركة ومن حولهم شي الجنسية يعني الجنسية يعني ممكن أنه في بعض الدول يقدروا يستعملوها ما في الجزائر يعني هذا شيء مقدس عند كل جزائري تلقى حتى ممكن هذا اللي هدرت عليهم حركة يهدر عليهم ويكتلقى عندهم قلبهم في الجزائر رغم طورة الآن يعني التحريري عندها عقود لي فاتت ولكن لليوم تلقى عنده 80 سنة في عمره 90 سنة ولكن يبكي لما كيفاه من جيش الجزائر فهذا شيء المفروض أنه الآن في الوضع الحالي لا يمكن حديث تماما عن هذا لا يمكن حديث على هذا ونأجل هذا وهذا رح يعني يزيد للطيم بالله تلقى تلقى